طبعا بمجرد ما نسمع اسم شركة او مجموعة طلعة مصطفى يجي على بالنا على طول الرحاب ومدينتي لكن الحقيقة مجموعة طلعة مصطفى عندها مشاريع كتير ومجموعة طلعة مصطفى اللي انا هتكلم عنها النهاردة انا بتكلم عن المجموعة ما بتكلمش عن شخص علشان بس ناس انا عارف هتقولي او هتكتب في التعليقات دراجل فاسد وخد المشاريع دي بتراب الفلوس وطبعا مشاكله الجنائية وسجنه والحاجات اللي حصلت له دي انا النهاردة ما ليش دعوة بالرجل انا ليه دعوة بالكيان انا هتكلم عن مشاريع مجموعة طلعة مصطفى مش هشام طلعة مصطفى ونشوف ليه هي اصبحت كيان عملاق كده ايه الاسباب علشان المطورين يتعلموا ده الهدف الاساسي من الفيديو مش مجرد شكر في الشركة وانا بالمناسبة ما ليش اي علاقة بالشركة ولا اعرف اي حد موجود داخل الشركة وده مش اعلان انا بس هتكلم عن اسباب نجاح الشركة العملاقة دي وليه الناس كلها بتحبها وبتحب تتعامل معاهم خليك معايا في الفيديو ده علشان نتعرف على مجموعة طلعة مصطفى وفكرهم وازاي نستفيد منه انا عشرف علام واهلا بيكم في المخبر العقاري اهلا بيكم طبعا لا يخفى على احد ان مجموعة طلعة مصطفى هي السبب الرئيسي في نجاح شرق القاهرة ومن اول ما ابتدت الرحاب تتسلم ابتدت الناس تاخد بالها من شرق القاهرة ومن التجمع وابتدى الزحف يصل للتجمع بسبب ان الرحاب هي اللي اشتغلت في الاول هي اللي اسست الموضوع ده ودي طبعا كانت رؤية المجموعة ان المنطقة دي هي اللي حتكون مستقبل القاهرة مش غربها لان اكتوبر ما نجحتش طبعا بنفس النجاح اللي حصل في منطقة التجمع والشروق ومدينتي وغيره الكلام ده طيب ايه بقى اسباب نجاح المجموعة اول سبب اللي الناس كلها او المطورين كلهم المفروض انهم يتعلموه هو الوفاء بالوعد الالتزام والمصداقية بس هما دول نمرة واحد وده سبب فعلا في نجاحهم انهم اللي وعدوا عملوه وسلموا في المواعيد وساعد بيسلموا قبل المواعيد والحاجة الاهم انهم بنوا مدينة الرحاب ومدينتي دول مش كوميونتيز دي مدن النهاردة سواء الرحاب ومدينتي فيهم كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة في مدينة بما فيها اقسام الشرطة والمطافي واي حاجة ممكن تتخيلها جوامع كنايس اسواء كل حاجة الواحد ممكن يتخيلها مش محتاجة اقول كل حاجة موجودة الحاجة الاهم انهم اول ناس عملوا فكرة الفوت كورت المفتوح لما تعمل الفوت كورت المفتوح ده في الرحاب كانت فكرة جديدة على مصر ونجحت جدا واللي نجحها اكتر انهم فتحوا الابواب للناس اللي جاية من برا وده على فكرة سبب من اسباب نجاح المشروعين لان في ناس ضد الموضوع ده الناس اللي ساكنة هناك كتير منهم ما بيعجبهمش الموضوع ده لكن اهم حاجة لازم تعرفها ان بدون الحاجات دي المدن دي ما كانتش هتنجح لو المدن دي اعتمدت على السكان فقط ما كانتش ممكن تنجح ليه؟ لان معظم الناس اللي بتشتري هناك مش عايشين هناك اشتروا وعايشين برا فبالطبع الاسواق والمولات والحاجات اللي فيها شغل واتجارة جوه دي كان لا يمكن تشتغل بدون الناس اللي بتيجي من برا لو اعتمدنا على الناس السكان اللي موجودين فقط ما كانش هيحصل النجاح ده انت راضي عنه ومش راضي عنه ده موضوع تاني وانت راضي برضو عن السكن في الرحاب او مدينتي او مش راضي برضو دي حاجة بتاعتك نحترمها وما فيش اي مشاكل الموضوع في الاخر ازواء واحتياجات انت احتياجك ايه وايه مفهومك عن المدن او ايه مفهومك عن الكميونيتيز اللي انت عايز تعيش فيها فيه ناس تحب الاماكن الزحمة وفيه ناس بتحب الهدوء وعلى فكرة رحاب او مدينتي اللي اتنين موجود فيهم الحاجتين انت عايز زحمة او عايز دوشة فيه اماكن تسكن جنب الحاجات دي وتبقى قريبالك وتنزل تتمشى عايز هدوء برضو موجود سواء شؤق او فلات طبعا الخلط ده في بعض الاحيان بيكون عيب لكن هو في الاخر انت جيت اشتريت وانت عارف محدش ضحك عليك انت عارف ان فيها حيبقى شؤق وعارف ان حيبقى فيها مولات واسواق مفتوحة والتجربة كانت موجودة في الرحاب وانت لو اشتريت في مدينتي مثلا فانت عارف انت مصدمتش انت اخترت وقررت واشتريت المهم بقى زي ما قلت موضوع المصداقية هم بيسلموا في الموعيد ومش بس كده الموضوع كمان موضوع الصيانة انك تصون مدينة بالحجم ده الموضوع مش سهل ابدا صعب جدا وما فيش حد يقدر ينافس المجموعة دي في الموضوع ده وما فيش حد يقدر يبني مدن بالكبر ده ويصنها ويحافظ عليها وطبعا الاعتراض التاني المهم اللي الناس كلها دايما تقولوا ضد المجموعة ان تسليماتهم وحشة او تشتباتهم وحشة اول حاجة نتكلم فيها هو موضوع التشتبات اللي بينجح المجموعة ان هما بيسلموا متشطب دي اهم حاجة وانا اتكلمت قبل كده في فيديو خاص عن موضوع ده ان لازم اي مطور في العالم يسلم متشطب مفيش حاجة اسمها اسلم نصف تشطيب ولا ربع تشطيب مفيش الكلام ده الكلام ده غير موجود في العالم الموضوع مش في مصلحة المشروع خالص ودايما بيخلي صورة المكان وحشة خصوصا كمان الناس اللي بتسيب شؤاها او بتسيب فلالها مش متشطبة فده بيدي اي حق ان المكان مش شغال ان الكميونيتي ده مش شغال هما بالعكس نجاحهم في التسليم بالتشطيب ممكن فعلا يكون تشطيبهم مش احسن حاجة لكنه في النهاية بيخلي المكان يشتغل من اول يوم هو ده المهم لانه هو كمان لو سلمك تشطيب فاخر فالمتر عنده هيبقى اعلى هو سعره مش قليل اساسا وده ناتج عن حاجة مهمة ناتج عن انه عارف ومتأكد ان مشاريعه هتتباع بمجرد ما تنطلق لان الناس بتسق فيه وبتسق في مشاريعه وبتسق في كل حاجة بيعملها لان فيه حاجات على الارض هي دي الحاجة المهمة اللي انت لازم تبصلها انت بتحط فلوسك وكأنك حطيطها في البنك انت عارف انها هترجع لك اي وقت وكمان بمكاسب ما انتش الان ما انتش خايف يسلم ما يسلمش هيسلم وحيشغل وحيصون والمدينة هتشتغل وانت متأكد الحاجة التانية لما عملوا مدينتي ومدينتي شغالة تقريبا بقى لحوالي عشر سنين مدينتي برضو فيها فكر جديد تماما ما فيش حد في مصر كلها ومش بس في مصر خليني ااكد لك وانا شغال في دبي 16 سنة وسفرت امريكا وسفرت دول كتير ما فيش مكان بالشكل بتاع مدينتي ده موجود في العالم بالحجم ده والخدمات دي والمداخل والخضرة والشوارع العريضة مدينتي مدخلها شارع عرضه تسعين متر تخيل انت شارع عرضه تسعين متر داخل مدينة خاصة عشان تعرف تسعين متر دي قد ايه طريق السويس اللي هو اكبر طريق في مصر او اعرض طريق في مصر عرضه ميت متر فانت بتتكلم في حاجة محدش يقدر يعملها ولا حد يقدر يصنها بالعدد الهائل من النخل والشجر اللي الموجود جوه ده وطبعا غير موضوع ال اوبن اير مول وانا اقدر اكدلك ان برضو مفيش مكان زي ال اوبن اير مول ده موجود في اي حتة انا عن نفسي ما شفتش ولا في دبي ولا في غير دبي حاجة بالمساحة دي وباللانسكيب اللي معمول والبحيرات والمطاعم والسينما ومنطقة الملاهي والحاجة الجميلة كمان موضوع الترامل اللي معمول انك بتركبه بتلف بيه جوه حلو جدا طبعا للاطفال وفكرة جميلة ومعمولة حلو معمولة بنظافة المول كله بصراحة كله مفيش اي غلطة تحس ان فعلا كل تفصيلة اتفكر فيها ومحدش نسي اي حاجة تتعامل في المول ده فانت بتعيش في مدينة مش محتاج فعلا تخرج براها وهم عندهم قدرة وجرأة انهم يخرجوا برا يعني الرحاب دي اول ما تعملت كانت تبعد عن مدينة نصر تقريبا حوالي عشرة كيلو العشرة كيلو دول ما كنتش تشوف فيهم اي حياة وانت ماشي صحرة في كل حتة مفيش اي حاجة لغاية ما تصل للرحاب بعد الرحاب طلع على مدينتي مد بعديها 13 كيلو وبرضه نجحت والنهاردة بيعمل مدينة نور ودي تبعد 26 كيلو عن مدينتي يعني قرب على حدود السويس فهم عندهم جرأة وعارفين ان الناس بيتحبهم وحترح لهم الحاجة الاهم ان هم بيرفعوا قيمة الارض اللي حواليهم يعني مدينة نور دي الارض اللي حواليها هترتفع قيمتها بسببها دي حاجة بيعملها في كل حتة بيروحها ده غير طبعا مشروع سيليا اللي في العاصمة الادارية اللي هو كان اول حاجة تتسلم في العاصمة كلها بتسلم بقاله سنة فانت النهاردة متطمن وعارف ونايم ما انتش خايف على فلوسك وعارف ان المطور ده محترم مهما كانت عيوبه ومهما كانت الحاجات اللي بيعملها هو في النهاية بيصون مدينة مش بيصون كوميونيتي فيه خمس ست شوارع وفيه مطورين كبار جدا في مصر ودوليين كمان بيبقى برضو عندهم مشاكل مع ان الاماكن بتاعتهم طبعا ما تديش خمس المشاريع بتاعت طلعت مصطفى اللي عايز اقوله ان هما مهما اختلفنا عليهم نجحين ونجحين جدا ومهما تقال عليهم بيبيعوا والناس بتروح لهم ومفيش حاجة هناك الاستثمار بالذات بتخسر انا شخصيا ليه اصدقاء عندهم في مدينتي وعندهم في الرحاب مفيش اعلان بيتحط اكتر من اسبوع وبتكون الحاجة متأجرة طلب مرتفع جدا على الايجار واسعارهم في ارتفاع دايما سواء في الايجار او في البيع فده كله المفروض الناس او المطورين يتعلموا من الكلام ده يتعلموا من المجموعة دي يمشوا على خطاهم الموضوع من الصعب حقق الوعد بس كده مش عايزين اكتر من كده لو عملت كده تقدر تستحوز على السوق زي ما هم كده مستحوزين على السوق وهم اللي بيفرضوا الاسعار لكن هم طبعا عندهم عيوب ودي انا بقولها كاقتراحات سواء ليهم هم او لاي مطور تاني اول حاجة هم بيفتقدوها هم انهم بيسلموا الشؤق ما فيهاش دواليب او مطابخ ودي بقت حاجة ستاندرد عالميا النهاردة ما فيش شقة بتتسلم من غير الدولاب فقوض انهم ما يكون جوه الحيطة او بيلت ان والحاجة التانية ان الدوليب الخشب بتاعة المطبخ لازم برضو تتسلم من المطور دول اهم حاجتين ومهما كانت تكلفتهم فهتبقى حاجة بسيطة جدا مع القصط الحاجات دي بتفرق جدا وبتفرح العمل جدا وبتريحهم الحاجة التانية مناطق الفلات سواء في الرحاب او في مدينتي او في اي حتة لازم الامن عليها يكون مشدد في امن واقف اه لكن ما بيعملش حاجة لازم الامن في مناطق الفلات يكون مشدد اكتر من كده علشان برضو الناس تحب المكان وتحب تسكن فيه وتحس بالخصوصية فده اكيد حيرفع الطلب على المدن بتاعتهم او على اي مطور تاني انا بتكلم عموما طبعا الحاجة الاهم بقى ان كل مجموعة عمرات لازم يكون لها حمام سباح ده بقى شيء برضو ستاندرد وعالمي في المدن اللي فيها حر زي دبي مثلا دبي لازم ده اساسي اساسي في كل مبنى مش هقولك برا كوميونيتي طبعا لكن بالنسبة للكوميونيتي زي اللي في دبي لازم كل مجموعة عمرات اربع او ستة عمرات مثلا يبقى ليهم حمام سباحة مشترك وكمان معاها منطقة العاب اطفال ومعاهم جيم التلات حاجات دول مهمين جدا وبرضو مش مكلفين دي ما بقيتش رفاهية انا جاي يسكن في مكان زي ده لازم يبقى عندي خدمات مميزة غير النادي طبعا النادي فكرة ممتازة لان الناس كتير زي اي نادي في الدنيا فدي شوية عيوب المفروض يتم تلافيها في المستقبل سواء مع مجموعة طلعة مصطفى او غير طلعة مصطفى طبعا الكلام يطول عن المجموعة الحقيقة الواحد ممكن يتكلم عنهم ساعات لكن دايما وقت الفيديو بيحكم الواحد انا حبيت بس اوصلك ليه الناس بتحب المجموعة طلعة مصطفى ومؤمنة تماما بيها والناس بتشتري الاسهم بتاعتهم في البورصة برضو وهي مرتاحة المجموعة نجاحها قائم على حاجة واحدة هي تنفيذ الوعد فقط اتمنى ما كنش طولته وفي اخر الفيديو افكرك لو انت محتاج مني استشارة عقارية مجانية او مدفوعة تقدر ترسلني على الايميل الموجود قدامك ده ولو انت اول مرة تتفرج على القناة بتاعتي انا بعمل فيديو كل يوم جمعة تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد وياريت تعمل لايك لو عجبك الفيديو وتقدر كمان تشترك في قنوات التواصل الاجتماعي بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو تقدر تتابعني عليها بكتب فيها بشكل شبه يومي حاجات مهمة جدا عن العقارات تقدر تستفيد منها وياريت ما تنساش تعمل شير على قد ما تقدر علشان كل يستفيد واشوفكم الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر